النهاردة كان التدريب الأخير للنادي الأهلي استعداداً للقاء الغد الهم جداً أمام فريق وادي دجلة مثل فيلر كالعادة بدأ التدريب بلقاء مع اللعبين وشرح خطة اللعب اللي هيلعب بيها بكرة أمام وادي دجلة المتحفز بدأ بعد كده ببعض الفقرات الخططية للتدرب على الهجمات السريعة وفقرة أخرى خصصها للكرات العرضية المران أيضاً شاهد مباراة تجربية بين اللعبين كان فيها مجموعة الأساسيين محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، محمود وحيد، عمر السلية، مجد أفشة، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جونيور أجاي وفقاً للكلام أنه وليد سليمان تقلق تقلق كبير جداً 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 في نقل الهجمات بشكل سريع السنائي علي معلول وصالح جمعة وصلا التأهيل فيما استمر غياب علي رطفي اللي اكتفى أيضاً بالتأهيل في الجيم اختتم فيلر التدريبات بفقرة ضربات سابتة ثم فقرة للتدرب على ركلات الترجيح أيضاً فيلر عقد جلسة ثنائية مع حسام عشور قبل المران تحدث معه عن دوره في الفريق خلال الفترة القادمة واضح طبعاً أنه حسام عشور لعيب كبير ويعني حصل على عدد بطولات كبيرة جداً مع النادي الأهلي ولسنوات طويلة جداً كان هو ركن الزاوية في وسط ملعب النادي الأهلي لكن مؤكد هو حكم الدمن والأيام هو أكيد أنه هو يعني بيعد في الأمطار الأخيرة وحسام عشور يستحق كل تقدير رحية من جانب النادي الأهلي بعد طبعاً نهاية مشواره مع النادي الأهلي وواضح أن فيلر بيحب يعمل جلسات منفردة مبالح كان مع ياسر ابراهيم بمفرده النهاردة مع حسام عشور بمفرده ودي ميزة كبيرة جداً في الكوتش أنه هو يدي كل لعب أهميته قيمة النادي الأهلي بكرة بمشيات رحمنها تبقى محمد الشناوي شريف إكرامي مصطفى شوبير في الدفاع رمي ربيع ياسر ابراهيم أيمن أشرف محمود وحيد أحمد فتحي محمد هاني في الوسط وليد سليمان رمضان صبحي ألو ديانج عمر السلية حسين الشحات محمد مجدي أفشا حسام عشور وحسين خلاص قلنا الشحات في الهجوم وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجاي بيغيب بقى صلاح محسن وجيرالدو وعمار حمدي وسعد سمير وحسين السيد لأسباب فنية طبعا قلنا علي معلول ده غياب المرة التالتة على التوالي بسبب الإصابة في العضلة الضمة والعضلة الضمة من العضلات الحية اللي بتاخد وقت مش قليل حتى يتعافى منها اللاعب تماما على الجانب الآخر نهارده الحقيقة كلام عن وليد أزارو هل وليد أزارو مستمر هل وليد أزارو غير مستمر الكلام أيضا أنه وليد أزارو بيرفض الدخول في أي صفقة تبادلية وصله يظهر كلام فبيقول أنه هو يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية أو الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة إذا النادي راغب في عدم استمراره ممكن اللاعب بيجيله هذه المشاعر وقد تكون هذه الأمور غير حقيقية لكن ده إحساسه وانطباعه خاصة بعد محرز هدفين في مباراة الكاس وما وجد نفسه خارج الإطار تماما في المباراة اللي بعدية موسيقى